من هو أحمد نسيم سوسة؟ أحمد نسيم سوسة هو مؤرخ عراقي ولد في مدينة الحلة بالعراق عام 1897 ودرس بالجامعة الأمريكية في بيروت ثم في جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ عام 1930 عمل سوسة أستاذا للتاريخ في جامعة بغداد وشغل مناصب إدارية عديدة في وزارة التربية والتعليم العراقية كما كان عضوا في العديد من الجمعيات العلمية والتاريخية العربية والدولية نشر سوسة العديد من المؤلفات التاريخية من أهمها تاريخ العراق القديم 1948 تاريخ بغداد تاريخ العرب في عصر النهضة فيضانات بغداد في التاريخ العرب واليهودية في التاريخ تاريخ العراق الحديث 1976 يعد سوسة من أبرز المؤرخين العراقيين في القرن العشرين وقد ساهم في تطوير مناهج البحث العلمي في التاريخ العراقي كما كان له دور كبير في نشر الوعي التاريخي في العراق والعالم العربي تفي سوسة في بغداد عام 1982 لا روحه السلام والخلودة